دكتور نيسي أنا النهاردة بسبب ما حصل في قرح هل التدخل الجراحي للقرح دي يفيد ممكن ولا أنا بقول أي كلام لا هو مش أي كلام ولا حاجة بس هو الكلام ده كان زمان شوية اللي هو عندنا قرح في المعدة كان بيبقى لها في العمليات دي بس يعني نقول لعشرين سنة باك يعني لكن دلوقتي هو الألاجات الموجودة لدكاترة الباطنة بيكتبوها هي تكفي تماما بالنسبة للقرح بتاعة البعدة ما بيخفوش من القرح على أساس إنها مصدر للألم ده وهو متأكد إنها قرحة في المعدة بسبب حمضية المعدة ومش حاجة تانية لأنه هيعمله منزار ومنزار ده هيأكد إن دي قرحة حميدة يعني قرحة تقدر إنها تستجيب للألاج في بعض القرح مش قرحة تبدو إنها قرحة عادية لكن لما بياخد منها عينة بتطلع حاجة تانية تطلع مثلا وراء في المعدة لكن مش ده الشائع الحقيقة الشائع دلوقتي جدا اللي هو الأمراض بتاعة ارتجاع المريء أكتر شيء بنشوفه بالضبط أكتر شيء بنشوفه دلوقتي الناس اللي عندهم قرحة المعدة ما بقوش يجوا الجراحة تقريبا خالص يعني آخر عملية نعملها الحاجات دي تبقين حالة بتاعة ارتجاع القولوني اللي لازم نتدخل جراحي القولوني ولا المريء؟ ارتجاع المريء هو أكتر الأسباب شجوعا زي ما أنا قلت دلوقتي في الوقت الحالي نظرا للأكل اللي احنا بنكله طريقة التغذية طريقة الحياة اللي احنا بنعيشها ناس كتير جدا عندهم ارتجاع المريء ارتجاع المريء ده ما فيش حد بيبقى عنده ارتجاع المريء ورح يعمل جراح لا هو بيمر الأول على مرحلة أنه هو بياخد علاج لارتجاع المريء وشوية تعليمات هيعملها في اللايف ستايل بتاعته وبعدين طبعا بيعمل منزار بيعمل شوية أبحاث أنه هو بيقيس احنا نوصل دلوقتي أنه احنا نقدر نقيس يعني يرتجاع المريء يعني الحمد اللي جوه المعدة بيرتد جوه المريء يعني العكس هو المفروض المريء يدي للمعدة هو يرتد يرجع تاني فبيرتد لأن العضلة اللي هي أسفل المريء دي الحاكمة بتبقى ضعفة العضلة دي دلوقتي احنا نقدر نقيس ضغطها قد ايه ونقدر نعرف بالزبط هي الحاكمة ولا لا بالزبط منزار طبعا منزار الفكرة ايه انه هو يعني اللي عنده ارتجاع المريء بنشوف ده كتير انه هو بيبقى اقول طب انا عنده ارتجاع المريء ومش قادر اخد العلاج وانا عمالي عملية هو فيش حاجة اسمها كده هو لازم الاول يمر بمنزار المعدة وقياس العضلات اللي هي الحاكمة لأسفل المريء ونبين انه هو العضلة دي ضعيفة فعلا فنبتدي احنا نعمله بالمنزار نعمله بقى سمام سمام ده بيبقى عملية بسيطة مش عملية كبيرة يعني ايه سمام جوه؟ يعني بنعمل سمام من المعدة نفسها اسفل المريء يعني بنعمل توصيلة لا ولا توصيل خالص بنلف المعدة اسفل المريء يعني هو المعدة ملتقية بالمريء في المكان معين المعدة دي لها قبة كده القبة دي بنلفها حوالين اسفل المريء بالمنزار فتعمل سمام بشكل معين بحيث انها ما تسمحش للحمض اللي موجود جوه المعدة يرتدي تاني للمريء ايه اسباب ان الواحد يجيله ارتجاع مريء؟ ما اللي قوله حذكر كتير الاسباب ان الاكل اللحنة من اكل الناس مش متخيلة انه ممكن اكل يجيب له الاتجاع اه يعني هو يعني الاكل والستايل في لايف وعدم الرياضة والسمنة حاجات كتير جدا لكن الفكرة انه هو ما تقدريش تتدركي ده يعني ايه يعني ما تقدرش ان انا اقولي طب انا حاكل كذا يعني فيه ناس بيأكلوا اكل صحي حقيقة وبيجيله مرتجاع طب هل يرتجاع؟ ضعف عضلة زي ما تكونوا واحد ايده قوية واحد ايده ضعيف لو انا عملت العملية ممكن يرجع تاني؟ بنسبة يعني برضو على الاطلاق مفيش حاجة اسمها عملية اتكتبت في التاريخ انها تقولك ايه وصكت ضمان مية في المية مش حاجة اسمها كده واللي يقول غير كده يبقى مش منصف يعني ده اللي احنا بندرسه في الكلية للناس يعني انه هو ده ليها نسبة رجوع بس نسبة رجوع قد ايه؟ ترجع زي الشخص الطبيعي يعني ايه زي الشخص الطبيعي؟ يعني لو انت جيت روح تكلت مثلا ساندوش كذا ولا حاجة ومجالك حموضة هو ده انت معنا هتجري عالجر روح تعمل لك عملية؟ لا هو انت هتاخد علاجات معينة وخلاص وانتهى الموضوع يعني حاجة مؤقتة تقدر ترجع لده لكن مش صورة مرضية حداك مش متخيلة المريض ده بيعانيت ده هو لا عارف يوعد ولا عارف ينام وانا لو صلحت عدل التبتجاه المريء دي او عدلت المريء مايجليش حموضة؟ مايجليش حموضة عالمطلق بس هي فيه اوقات لو احنا بننصح البريد بقى اللي هو تاكل ازاي وتشترد لا هو لخبط حاجين حيجليش حموضة بس مش مرضية للدرجة لان الناس اللي عندهم حموضة مرضية دول فعلا يعني بيصحى بالليل شرقان وبيتخنق منحمد ويطلع لغاية من بقه ومن مناخيره